متابعة مستمرة لبطولة كأس الأمم الأفريقية لمبطوري الأطراف مصر 2024 هقولك في الفيديو ده على نتائج جميع المباريات حتى الآن موعد المباريات الأخيرة والحاسمة في المجموعات غادا بإذن الله بالتوقيت والقناة الناقلة ترتيب المجموعات حتى الآن وأيضا حديث عن فوز منتخبنا المصري والمنتخب المغربي وللأسف خسارة المنتخب الجزائري والحظوظ كاملة في آخر المباريات السلام عليكم ورحمة الله تابعنا منذ اليوم الأول بطولة كأس الأمم الأفريقية بمشاركة 13 متخب تم توزيعهم على أربع مجموعات كان العدد في أول البطولة 16 ولكن تعذر حضور 3 متخبات المنتخب الكاميروني والسنغال ومنتخب رواندا وبالتالي تم تقسيم 13 منتخب على أربع مجموعات المجموعة الأولى فيها مصر ونيجيريا وبروندي والمجموعة الثانية فيها المغرب وليبيريا وأغندا والمجموعة الثالثة فيها الجزائر وغانا وجامبيا وكينيا والمجموعة الرابعة فيها أنجولا وتنزانيا وسيرليون نظام البطولة يتأهل أول وتاني كل مجموعة إلى الدور القادم دور ربع النهائي البطولة مهمة جدا لأنها مؤهلة إلى كأس العالم لمبطور الأطراف 2026 أول ثلاث منتخبات في البطولة هيتأهلوا مباشرة إلى كأس العالم بإذن الله نتمنى بإذن الله يكون من الثلاثة يعني منتخباتنا اللي بنشجعها وبنتبعها وبنسندها المنتخب المغربي المنتخب المصري المنتخب الجزائري وبالفعل بدأت البطولة يوم 18.05 بمباراة الافتتاح مصر ضد نيجيريا المباراة اللي انتهت بالتعادل السلبي صفر مقابل صفر بعدين رحنا لليوم الثاني 19 مايو ولعبنا يعني عدد كبير من المباريات أربع مباريات منتخب ليبيريا فاز على منتخب أغاندا اتنين مقابل لاشيئ ومنتخب الجزائر فاز على منتخب كينيا واحد مقابل لاشيئ وكان فوز تاريخي لأن أول فوز رسمي لمنتخب الجزائر المبطوري الأطراف ومنتخب أنجولا فاز على السيريليون أربعة مقابل لاشيئ ومنتخب غانا فاز على جنبيا أربعة مقابل لاشيئ عشان نروح النهاردة ونلعب أيضا خمس مباريات ابتدانيهم ابتدنا المباريات بمباراة المغرب وأغندا المغرب يضرب أغندا تسعة مقابل لشيء تسعة مقابل لشيء نتيجة كبيرة أبدع فيها رجال ولاعبي المنتخب المغربي بأهداف جميلة جدا وملعوبة ومنوعة من لاعبي المنتخب المغربي لمبطوري الأطراف رحنا للمباراة التانية اللي كانت ما بين منتخب غانا ومنتخب الجزائر وتحدثنا عن قوة المنتخب الغاني في هذه الفئة وبالفعل فاز منتخب غانا على منتخب الجزائر خمسة مقابل لشيء نتيجة كبيرة ولكن منتخب الجزائر عنده فرصة كبيرة أنه يتأهل إلى ربع النهاية هارضة لك لمنتخب الجزائر بالنسبة للمباراة اللي كانت بعد كده كان منتخب تانزانيا بلاعب سيريليون وفاز منتخب تانزانيا على سيريليون اتنين مقابل لشيء والمباراة اللي تلعبت بعد كده على طول مباراة جانبيا وكينيا وفاز منتخب جانبيا على كينيا تلاتة مقابل اتنين واختتمنا مباريات اليوم بمباراة الصهرة مباراة مصر وبورندي ومنتخب مصر يضرب بورندي بقوة عشرة مقابل اتنين نتيجة كبيرة جدا جدا للمنتخب المصري انتهى اللقاء عشرة مقابل اتنين لصالح المنتخب المصري وبالتالي اكبر نتيجة في البطولة حتى الان مباراة مصر وبورندي عشرة مقابل اتنين ومباراة المغرب واوغندا تسعة مقابل لشيء بكده يبقى ترتيب المجموعات بعد انتهاء مباريات اليوم المجموعة الاولى مصر في الصدارة بعد ملاعب مبارتين عنده اربع نقاط منتخب نيجيريا من مباراة واحدة نقطة واحدة وبورندي من مباراة واحدة صفر من النقاط نروح للمجموعة التانية منتخب المغرب في الصدارة من مباراة واحدة عنده تلات نقاط ومنتخب لايبيريا في المركز التاني من مباراة واحدة عنده تلات نقاط ومنتخب اوغندا من مبارتين صفر من النقاط نروح للمجموعة التالتة منتخب غانا في الصدارة من مبارتين عنده ست نقاط والجزائد في المركز الثاني من مباراتين ثلاث نقاط جنبيا في المركز رقم ثلاثة من مباراتين ثلاث نقاط وكينيا في المركز الأخير من مباراتين صفر من النقاط المجموعة الرابعة أنجولا في الصدارة من مباراتين ثلاث نقاط تنزانيا في المركز الثاني من مباراتين ثلاث نقاط وسيريليون في المركز الأخير من مباراتين صفر من النقاط وبالتالي منتخب مصر يعني تأهل إلى الدور القادم من لعب مباراتين تحصل على أربع نقاط بالتوفيق للمنتخب المصري أيضا المنتخب المغريبي عنده مباراة قوية جدا على صدارة المجموعة مع منتخب ليبيريا منتخب الجزائر يكفي التعادل إن شاء الله للتأهل في المباراة القادمة ضد منتخب جامبيا ولكن هيدخل في حسابات وبالتالي أيضا منتخب أنجولا في المجموعة الرابعة من أقوى المنتخبات ده بالنسبة للمباريات وبالنسبة لترتيب المجموعات ونتائج المباريات طيب مباريات غدا بإذن الله آخر المباريات في دور المجموعات هنبتليها بمباراة الجزائر وجنبيا ساعة 3.5 عصرا بتوقيت مصر بورندي ضد نيجيريا 5 عصرا أنجولا ضد تنزانيا 6.5 مساء كينيا ضد غانا 8 مساء والمغرب ضد ليبيريا آخر مباريات دور المجموعات 9.5 مساء بإذن الله بتوقيت مصر وبالتالي يعني الجزائر والمغرب أقل من توقيت الجزائر والمغرب أقل من توقيت مصر بساعتين يعني مباراة المغرب وليبيريا 7.5 بتوقيت المغرب ومباراة الجزائر وجنبيا 1.5 بتوقيت الجزائر القناة الناقلة هي قناة استادات على اليوتيوب لو ما قدرتش توصل للبس المباشر ومباراة فريقك المفضل اكتب لي في صندوق التعليقات وهرد عليك بالقناة الناقلة للمباريات بالتوفيق لمنتخباتنا المغرب والجزائر ومصر في هذه البطولة المؤهلة لمونديال مبطوري الأطراف 2026 اكتب رأيك في التعليقات لا تنسى لايك للفيديو اشتراك في القناة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مباركاته